روجباش، تحياتي لك كاك زانا وليجميع مشاهدي قناة رودا وليجميع الأهل الأعزاء في إقليم كردستان العراق الشقيق وشكراً على الاهتمام والتغطية في المباراة التاريخية وهذا الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني الأردني منتخب النشامة سنشاهد المباراة إن شاء الله في أجواء أربيل الآمنة والجميلة مع أبناء الجالية الأردنية الوفية للعرش الهاشمي إن شاء الله في أربيل ومع المئات لابل الآلاف من محبي منتخب النشامة في جمهورية العراق الشقيق وفي إقليم كردستان العراق إن شاء الله تكون مباراة جميلة هي مباراة بين شقيقين وبالتالي لا يوجد خاسر بين الأشقاء كما هي كانت المباراة في الدور 16 ما بين منتخب النشامة وأسود الرافدين هي مباراة بين أشقاء لكن هي منافسة رياضية في 90 دقيقة وإن شاء الله نتمنى أن يحقق المنتخب الوطني الأردني الإنجاز آخر بالفوز باللقب لأول مرة هو حقق الإنجاز لأول مرة بالصعود للنهائي وإن شاء الله نفرح ويتحقق الفوز باللقب كأس آسيا حقيقة كثير من المحللين والمتابعين الرياضيين لم يكنوا يرشحوا المنتخب الأردني للوصول للمباراة النهائية لكن النشامة كانوا واثقين من قدراتهم بالمقابل الكثيرين توقعوا أن نصل لمراحل متقدمة في كأس آسيا والحمد لله وصلنا إلى نهاية كأس آسيا هذا نتيجة عمل حقيقة يعني ليس الأمر صدفة بل نتيجة عمل دؤوب ونتيجة خطة مدروسة القيادة الهاشمية دعم مباشر من جلالة الملك المعظم دعم مباشر من سمو ولي العهد الحسين ومن رئيس الاتحاد سمو الأمير العلي وبجوز شاهدتهم كيف سمو ولي العهد في أحد المباريات ليس فقط حضرها في المنصة الرئيسية بل حضرها في المدرجات مع الجمهور وأيضا سمو الأمير هاشم حضر المباراة الماضية وأيضا إضافة لهذا الدعم هناك دعم الكبير وغير المنقطع من الجمهور الأردني المنظومة كلها عملت في هذه المرة من إداريين من فنيين من لاعبين حتى تم تحقيق هذا الإنجاز الحمد لله والنشامة حقيقة برفع الرأس كل أردني فخور بما حققه النشامة وإن شاء الله اليوم يفرحون أكثر وأكثر تم تحقيق إنجاز كبير لكن كما يقال نريد فوق الإنجاز تحقيق هذا الإعجاز إن شاء الله بالفوز باللقب والله متفائل أنا متفائل جدا مثل بقية الأردنيين لكن هذه هي كرة القدم يعني لا يستطيع أحد أن يتوقع لكن ما تم تحقيقه هو إنجاز بالفعل وإن شاء الله إنهم يفرحون وبهالمناسبة يعني أريد أن أشكر كثير من الأهل في الإقليم الشقيق على ما تلقيته من حقيقة مئات الاتصالات والرسائل التي هنأت المنتخب الوطني بصعوده إلى المباراة النهائية هذه مشاعر يعني نحتفظ بها ونعتز فيها واعتز فيها شخصيا فإن شاء الله أنا متفائل حقيقة بالفوز لكن مرة أخرى هي مباراة كرة القدم ومباراة بين شقيقين ومهما كانت النتيجة فنحن فخورون بالنشامة لكن إن شاء الله يكون الفوز حليف المنتخب الأردني إن شاء الله ولا العلمي لدي بهذا التفاصيل لكن بالتأكيد سيكون هناك مشاركة كبيرة وعالية وواسعة إن شاء الله خلف منتقب النشامة وإيضا الجمهور الأردني متواجد بقطر بكمية كبيرة والجمهور في الأردن أيضا لابد أنه تابعته يعني الآن اليوم المشاهدات عالية جدا فبالتأكيد سيكون هناك متابعة من مستويات عالية ومن كل الشعب الأردني إن شاء الله يعني الكرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في الأردن كما هي في العراق الشقيق فأتابع كثير المنتخب الوطن الأردني والدوري الأردني وأيضا الدوري العراقي دوري قوي ودوري في تنافس عالي جدا فأتابع يعني متابعة الرياضة أسهل من المتابعة السياسة بالتأكيد بالتأكيد تسهيلات واسعة الحصول على التأشيرة لعدة غايات خاصة لغايات العلاج أو لرجال الأعمال أو للطلاب هناك تسهيلات واسعة جدا وسهولة بالحصول على التأشيرة وهذه فرصة أحيي في هذا اليوم جميع الأهل في الإقليم العزيز وأحيي حكومة الإقليم وسلطات الإقليم على التعاون الذي تجده القنصلية وعلى الرعاية التي تجدها الجالي الأردنية في إقليم كردستان والأردن يفتح أبوابه دوما لأشقائه وكل التسهيلات دائما موجودة إن شاء الله الاستثمارات الأردنية ووجود رجال الأعمال في كردستان في تزايد حقيقة هناك العديد من رجال الأعمال يعملون في عدة قطاعات قطاعات المطاعم، قطاعات الخدمات الهندسية القطاعات الطبية والقطاعات التجارية وبالمقابل هناك أيضا وجود لرجال الأعمال العراقيين في الأردن نسعى إلى زيادة هذا الحركة التجارية والاستثمارية والتعاون إن شاء الله الفرصة مهيئة للأطراف جميعا بزيادة التعاون التجاري والتعاون الاقتصادي والتعاون الاستثماري إن شاء الله بالتأكيد، خلينا بالمنتخب الوطني اليوم لكن كثير من رجال الأعمال الأردنيين يرغبوا بالاستثمار في إقليم كردستان العراق وهناك فرصة جديدة حقيقة هي في قطاع تكنولوجيا المعلومات هذا قطاع واعد والأردن يشتهر بهذا القطاع قطاع متقدم جدا في الأردن فهناك شركات بالأردن تسعى إلى الاستثمار بهذا القطاع إضافة للقطاعات التي ذكرتها فهناك رغبة واسعة ومتبادلة من الطرفين بالاستثمار نسعى إلى تعزيزها إن شاء الله تسهيلات واسعة جدا هناك قانون استثمار جديد في الأردن أعطى تسهيلات واسعة جدا للمستثمرين من ناحية التسجيل من ناحية الرسوم من ناحية الضرائب من ناحية بيئة العمل أصبحت جاذبة جدا للاستثمار أهلا وسهلا بيئة المستثمرين بالأردن كثيرين جربوا وشاهدوا بيئة آمنة من مختلف الجوانب البيئة الاقتصادية والبيئة المالية وبيئة الأعمال هي بيئة مناسبة للاستثمار وهناك كما ذكرت قانون جديد صدر زاد من هذه الاستثمارات من التشجيع على الاستثمارات